عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح جلسة مباحثات بقصر بيان على هامش زياراته الرسمية الحالية لدولة الكويت وذكرت وكالة الأنباء الكويتي يكون أن أمير الكويت ترأس الجانب الكويتي وولي العهد الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح والشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح في حين رأس الجانب المصري رئيس عبد الفتاح السيسي وأكبار المسؤولين في الحكومة المصرية وصرح نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح بأن المباحثات تناولت العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين والعمل على تعزيزها في الأصعدة كافة وتوسيع أفاق التعاون بين البلدين بما يخدم مصالحهما المشتركة